هو طرق حامد مظلوم اللي ما راحش المنتخب لو هتلعب بالديفندرات يبقى طرق حامد مظلوم لانه افضل واحد بيطع كرة في مصر ومعاها ماشي مش مظلوم لو الراجل عايز يطبق الطريقة بتاعته دي الطريقة بتاعته ان مفيش ديفندر سابت قدام من السفد باكين هم اللي بيلعبوا كرة وبيطلعوا القدام مش الكرة سلمها للديفندر والديفندر هو اللي يطلع لا حتى لو بصت انت الاغلب الفرق الكبيرة مش هنتكلم على المنتخبات نتكلم على الفرق مثلا المان سيتي مين الفرق بتاع المان سيتي بيبقى فيه لا مركزية لا مركزية مين الديفندرين بتاع المان سيتي الديفندرين مفيش ديفندرين هتلاقي واحد كده وواحد الشمال واحد بيكمل على طول لقدام ليفربول نفس الكلام بس محمد راكز لكن ساعات تشوف ماني في البوكس ممكن ناحية الشمال شوية على حسب شكل الكرة لان ماني بيلعب بدمهه كويس فهم بيحاولوا يستغلل الجزئية دي لما الباك بيطلع ماني بيدخل لقدامه وصلاح بينزي النص ملعب شوية فهتلاقي حتى السوابت كلها محمد صلاح بره الثمانتاشر السوابت بيستغلل حتة الشوت لانه ما عندوش هدرز كويس هو القيمة في استغلال اللعيبة استغلال انت بتجيد ايه فانا اجيده احنا كنا عايزين نمدرب كده يعني طبعا انا ما قدرش اتكلم على كروش واقول عليه حاجة ده عندو سي في كويس عايز اقولها على شكبالة عايز اقولها على شكبالة اني انت اول لما انا اتكلمت على الحاج عامل حسين في الاول قلت اللواحي انك اللواحي بتقول كده اللواحي بتقول كده ما تنفسي دي الحكم زينا زيك سألنا كل الجهات قاله ايه قالك كراراته مؤجبة بس احمد مجاهد مش عايز ينفزه و احمد مجاهد قالك الموضوع مش معي المقبوعة ما يجيت لانديه لجيت لانديه قلت لك الموضوع مش معي مع احمد مجاهد طيب هل يعني هل ده يعني شيء كويس اكيد لا طيب هل لو جي بعد كده بالمثل يبقى فيه مشاكل قصو بالمثل دي بتيجي الدنيا دوارة يوم عليك و يوم علي ماشي بس ده ما ينفيش اللي فيه جزء اخطأ فيش كبال انا بقولك اخطأ انت طالع الراجل اللي انا اخطأت معاه خلاص جي قالك ايه قالك ما اشتمنيش ولا حاجة بحصل من احمد مجاهد طيب انت بتوقفه ليه و مين اللي وقفه هقولك السر كان حصل بالاتفاق اعدى الاعدى دي كان فيها المهندسان يا بوريدة واحمد مجاهد ومفروض تعرف عادات الحب دي عارفها اه عارفها الفاتفادة انا انا مش عايز عليكم عارفها لا دا في حاجة تجيب فالأعدى دي بوزد فهن عارفها الأعدى دي ولا انا اقولك ايه بس فدر الله حصل والله قول قول عاست قول ايه قول والله العظيم انا اتعرض علي امسك منتخب مصر الومبي اللي هو مش الفترة دي الفترة اللي ابلها اشتركوا في القناة